بسم الله الرحمن الرحيم مرحب بك عزيزي الطالب في شرح مقرر تنظيم حاسبات اثنين ضمن مواضيع الباب الأول وهو بعنوان Central Processing Unit وبعد أن أعطينا فكرة عامة على المقرر من حيث أهدافه والمخرجات التعليمية المتوقعة بعد الانتهاء منه ننتقل إلى الدرس الثاني في هذا الباب بإذن الله في هذا الدرس نتطرق إلى موضوعين الموضوع الأول CPU Definition وفيه نعرف ما هو CPU وما هي وظيفته الموضوع الثاني CPU Major Parts نعرف المكونات الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية طيب معنى هذا الكلام أن وحدة المعالجة المركزية هي الجزء من الحاسب التي تنفذ أو تؤدي عمليات معالجة البيانات في الحاسب لذلك تعرف دائما وحدة المعالجة المركزية بأنها عقل الحاسب أو brain of the computer لأنها مسؤولة عن معالجة البيانات في الحاسب طيب ما هي مكونات هذه الوحدة Major Parts of the CPU The CPU is made up of three interconnected major parts as shown in the block diagram كما نرى في هذا الشكل وحدة المعالجة المركزية تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية متصلة مع بعضها البعض بواسطة ناقل الجزء الأول من وحدة المعالجة المركزية هو مجموعة من السجلات Registers هذه السجلات كما نعرف تستخدم لتخزين البيانات أو لتخزين نتائج العمليات المرحلية الجزء الثاني من وحدة المعالجة المركزية هو وحدة الحساب والمنطق أو ما يعرف بالALU وهي اختصار لأريسماتيك وحدة الحساب والمنطق هذه الوحدة هي التي يتم فيها تنفيذ جميع العمليات الحسابية والمنطقية المراد تنفيذها على البيانات الوحدة الثالثة هي Control Unit أو وحدة التحكم هذه الوحدة مسؤولة عن توفير إشارات التوقيت وتوفير إشارات التحكم إشارات التوقيت وإشارات التحكم هي التي تحدد بالضبط متى يتم نقل البيانات ومتى يتم إجراء العمليات عليها وما هي العمليات المراد تنفيذها هل هي عمليات تتعلق ببيانات في الزاكرة أم على بيانات موجودة في السجلات أم هي عمليات إخراج أو إدخال للبيانات كما رأينا في مقرر تنظيم حاسبات واحد هذه الأجزاء السلاسة الرئيسية في CPU كما نرى في الشكل مربوطة مع بعضها بواسطة ناقل داخل internal bus وذلك لسريان البيانات والإشارات بينها لماذا سميناه internal bus؟ لنفرق بينه وبين الناقل الذي يوصل أجزاء الكمبيوتر الخارجية مع بعضها البعض والذي كنا قد أطلقنا عليه system bus الآن هذا internal bus لأنه داخل السي بيو إذن كملخص لهذا الدرس نقول أن وحدة المعالجة المركزية هي عقل الحاسب المسؤول عن تنفيذ معالجة البيانات في الحاسب وأن هذا العقل يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية إذن CPU حبار عن سجلات زائد وحدة حساب ومنطق زائد وحدة تحكم كلها هذه الأجزاء كلها مربوطة مع بعضها البعض بواسطة ناقل داخلي أو internal bus وإلى الدرس القادم